السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشفنا في اللقاء الفات كيف ان انا ممكن اعص على الولد او اضعط على زر اسبهش يخلي الولد تبعي نط وينزل من خلال استخدام حاجة اسمها time dot time او من خلال استخدام الوقت علشان انا اتحكم في النطة تبعت الولد تبعتي طيب هذا الكلام مش كتير يعني ضفيك فيه الية افضل وان كانت ممكن تاخد معنا شوية وقت في الكود في حاجة ممكن نكتبها هنا انا نسخها عندي ونفتح قوس ونسكر قوس هادي الدالة طبعا اي حرف قابل اسمو الغلط مش رح يشتغل الدالة هادي ايش يعني انكوليجين انتر لما يصير فيه تصادم تشتغل الدالة هادي مين تصادم مع مين اي حاجة تصادم مع الولد تبعي اذا الولد تبعي لانه الكودة ده محطوط على الولد تصادم مع اي حاجة تلقائيا رح تيجي تنفذ الدالة هادي انا اشوف من باب الفضول يعني بريند واطبع لي اي حاجة هنا ونشوف مثلا ايه ونشوف ايش ممكن يتعطيني اول شي انا شايف انا في حز هنا اونكوليجين انتر مش قادر يلاقيها وايد اونكوليجين انتر وهيبقينو اند طيب ثوانا ايه بهمش حكوا عليها هذا بتنحطش في الابديت هذا ايه بتنحط فانكشن بره تحت الهان وهي اونكوليجين انتر الان هاي الدالة تبعتي انا بالغلط حطيت تحت الابديت هاي فانكشن لها اونكوليجين انتر لما يصير فيه تصادم ايش بدي يتساوي بدي طبع لي جم بس اعمل حفز للشغل تبعي كنترل اس وهاتا ايجي اتنفذ الكود تبعي هنا شغل نيجي لتسكليبت هنا امحيل اي حجم فيه اوكي هنا صح راح تضل اوكي اي شمالها تطبع ضايل الفانكشن اوكي بين مش ضايلة اي كلير هنا خوي هنا لو سمحت شوف فيه طبع اي شي اي جم بصار كوليجين بس مرة واحدة طبعت صح طبع نط وانزل جلب الرقم لا ايه لتنين تنفذت مرة واحدة صار كوليجين فتنفذت هاي كمان مرة هاي تنفذت ثلاثة اذا كل ما يصير تصادم ايه بتتنفذ الدالة هذه مرة واحدة ممتاز الان انا ممكن اعرف انه صار تصادم اول ما يصير تصادم اقول له مسموح لك تنط طول ما انه فيش تصادم مش مسموح لك تنط راح ااجي هنا في الدالة تبعتي بقول له اذا كان اذا كان اف السي الهادي الكوليجين تبعتي هي تحمل بيانات عن الجسم اللي انا انخبطت فيه اذا كان اسكولايت ضد نيم في عندي حاجة اسمها نيم هنا لا ضد جيم اوبجيكت ضد نيم اذا انا حصلت عليها الترانسفورم اللي انا انخبطت فيه الجسم تبعي جيم اوبجيكت عشان ارجع واخد منه الاسم تبعي اذا الاسم تبعي الجسم اللي انا خبطت فيه بيساوي ايش بيساوي عندي ايش الجسم اللي انا عندي هنا بلان بس انا بحب انسخه عشان فيه كابتل وسمول العلم على البلان هاي بلان تبعتي وانسخ الكلمة هذي اذا كان هذا الجسم بيساوي بلان ايش بدينا نسوي بدي اقول له مسموح انك تنط اذا انا خبطت وصار خابط على البلان مسموح انه تنط اذا انا طاير مش مسموح انه انا نقط صح؟ رح اجي عارف متغير مسموح مش مسموح رح اجي هانا يقول له متغير نوع من بولين از جم بساوي اول مرة مسموح انت نقط في الحقيقة مسموح انت نقط اذا انا نطيت طول ما انا طاير في الهواء مش 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 مسموح لكن اول ما بتزيل على الارض رح اقول له از جم بتساوي ترو طول ما انا اول ما اخبط في الارض مسموح ان انا نقط ويس لكن وين مش مسموح ان انا نقط لما اجي عصع زر تحت هنا مش هدا بيعمل النطة طلعيني لفوق اذا انا عصيت وعملت اد فورس رح القى الكلام هذا كله خلاص بديش ادال الكلام هذا ورح اقول له از جم بدا تساوي اذا انا نطيت اول ما ينط فممنوع ينط ويقول له اسمح انا ممنوع تخش الدال لهذا الا اذا كانت از جم بدا تساوي ترو طبعا لو ما كتبتش بده تساوي ترو صح لا لانه هي اول ما عصع الزر رح يعطيني قوة لفوق وايش يساوي بعدين وممنوعة نط وايبش رح يخش واكتش رح يسمح له لما يعود يخبط في الارض يخبط ويتأكد انه خبط هو عمليا في الارض رح يقول له اسمع خليليها تساوي ترو خليليها مسموح لانه نط بيجي هان صارت هادي ترو بتطلع بعد ما خبط في الارض او هادي ترو وانا ضاعت عن جدعى سبيس بقول له اسمع عطيلي قوة لفوق وخليلي يا ممنوع ينط عابل ما يطلع فوق او جنس الارض يخبط هات نشوف كنترل سيب ونشوف بسم الله الرحمن الرح اعمل كلير لهادي شنزا فيه اخطاء هاي نعص على مسافة ناي نط طلع اول ما يخبط في الارض انا نعص على مسافة عطول اول ما يخبط فوق صارت ترو بسمح له لكن رفعت اصبعي هي بغضب السناني عص هي عص لكن طول ما انا ضاعت على سبيس هو الرد بيعطي القوة لفوق وعملون يخبط صارت ترو بيعودوا بعمل للقوة زيك هادا طريقة احسن في التعامل مع العسان في التصادمات عن طريقة الطاعم دو الطاعم في حالتنا هادي بس ويعطيك العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة